استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين وقد نقل سموه لجلالة الملك المفدة تحيات أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته الطيبة لجلالته بمفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازديار وقد رحب جلالة الملك المفدة بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وكلف جلالة العاهل المفدة سمو الأمير سلطان بن سلمان بنقل أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وخالص تمنياته للشعب السعودي الشقيق كل التقدم والتطور مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد على دوام المزيد من التطور والتقدم في العديد من المجالات بفضل رغبة البلدين الصادقة في دعمها وتطويرها لكل ما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين معربا جلالته عن تقديره للدور الكبير الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم وترسيخ المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلام